السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام وعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع أستاذ محمد البخار في هذا الفيديو إن شاء الله سوف ندر معكم الصفحة 93 من كتاب المتعلم والمتعلمة النجاح في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي نتمنى أنكم تدعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ومرحبا بكم في هذا الفيديو إذن هذا الفيديو يخص أعداد الكسرية الضرب والقسمة إذن درس الرياضيات درس السابع عشر من كتاب المتعلم النجاح في الرياضيات اللي كتعلق بالضرب والقسمة إذن بدأوا على بركة الله الإنجاز لهذه الأنشطة نشاط الأول أحسب أحسبه إذن سنحسب هذه العمليات هذه العمليات الضرب ضربه الأعداد الكسرية إذن نلاحظه إذن هنا لدينا 2 على 11 مضربة في 3 على 10 مضربة في 10 على 3 إذن كما كنت لحظه هنا لدينا بعض العوامل المشتركة يعني هنا عندي 3 هنا عندي 3 هنا عندي 10 يعني نختزل بهم إذن دخلها في الضرب والاختزال إذن نختزله بعشرة مع عشرة تبشيري مع عشرة مع عشرة شواء تبقالين 2 على 11 هو الجواب صحيح إذن 2 على 11 هو الجواب صحيح وليمكن لنجزلها مالية بشكل عادي جدا يعني نضرب جوج في 3 ونضرب أوتنى 11 في 10 ذلك الشيء الذي يخرج لي نضربه في 10 أوتنى ثم نضربه في 3 ونختزل من بعد إذن اللهم نختزل دابة لنختزل علي المراحل أما إذا كان مطلوب منكم أنكم تطبقوا تقنية الاعتيادية يعني ضروري أن تضربوا الضرب إذن هنا 7 على 4 مضربه في 4 على 5 مضربه في 5 على جوج هنا عندي 4 أتمشي لي مع 4 ثم 5 أتمشي مع 5 أتبقى 7 على جوج ثم في العملية الموالية 5 على 8 مضربه في 3 على 7 مضربه في جوج على 10 إذن في هذه الحالة سنستعمل واحد الورقة بشي نجزل هذه العملية لاحظوا معي إذن هنا عندي 5 على 8 هذه هي نضربه في 3 على 7 نقوم بكتبها مضربه في جوج على 10 تابع معي إذن في هذه الحالة إذن 5 سنضربها في 3 8 سنضربها في 7 ثم سنضرب كل شيء في 10 في جوج على 10 يساوي إذن 5 في 3 ما تتساوي؟ 15 8 في 7 تساوي 56 50 نضربها في جوج على 10 هل تتساوي؟ 15 في 2 56 في 10 15 على 2 أو 15 في 2 ساوي 30 على 56 في 10 كتساوي 560 وهنا كنختازل كنختازل بماذا؟ لن نحاول نختازل بلوم وغير هنا الاختزال يعني نقلبه على قاسم إذن نقسمه على عشرة ماية وهنا نقسمه على عشرة وهنا نقسمه على عشرة ونحصله على 30 على عشرة هي 3 560 على عشرة هي 56 صحيح؟ إذن نقسمه 3 على 56 هي الإجابة الصحيحة دزول العملية الموالية 5 على 4 مضربها في 6 على 5 مضربها في 7 على 3 5 ونضربها في 3 على 5 ونقسمه على 6 مضربها على 5 الزترات ونضربها في 3 على 5 مضربها في 3 على 5 ونقسمه على 3 على 4 ونضربها في 3 على 5 ثانا نقسمه على 3 على 4 بالتأكد لنستعمل ورقة مستقلة لاحظوا معي هذا المرأة نقوم بإذن نشط 2 إذن 2 نضربها في 3 على 5 نقسمها على 3 على 4 نضربها في 3 على 5 نتابه معي أول شيء ، نجدو ما بداخل القوسين نجدو داك شيء ما لدينا من داخل القوسين قد نقسمه إذن 2 يـ 2 في 3 على 5 نقوم بقسم 3 في 3 على 4 في 5 نطبقه الضرب عددين كسريين ضربه البصت في البصت والمقام في المقام نقوم بقسم 3 هي 6 6 على 5 نقوم بقسم 3 هي السعود 5 في 4 هي 20 6 على 5 نقوم بقسمة عددين كسريين نحتفظ بالكسر الأول ونضربه في مقلوب الكسر الثاني يعني كسر الثاني والتعود العددين مقلوب الكسر الثاني هو 20 على تسعود بالتالي هنا هي 6 مضربه في 20 وعلى 5 مضربه في تسعود هذه اللي كتساويش حل كتساوي كتساوي 120 على 5 20 على 45 هي الإجابة التي نشوفوش فيها اختزال إذن 120 على 45 فيها اختزال ننام نقسمه على 5 وهنا على 5 أتعطيني أتعطيني 24 على تسعود وبالدورها يمكنها تختزل نختزلها بثلاثة إذن كل من البصوا المقام ونحصله إلى 24 هي ثلاثة هي ثمانية أو تسعود إلى ثلاثة نعم هي ثلاثة إذن الإجابة الصحيح هي ثمانية على ثلاثة إذن نكتبها هنا ثمانية على ثلاثة هي الإجابة الصحيح دزول العملية الموالية إثنان زائد ثلاثة على أربعة مضرب في ماذا؟ ثلاثة على خمسة مضرب ثلاثة على خمسة إذن هذه هي العملية لاحظوا معي إذن هنا جمع جمعها هنا كثري يعني يقصنين واحد المقام إذن المقام واحد هنا كما تلاحظوا إذن هذه على واحد إذن المقام واحد هو أربعة إذن واحد في أربعة هنا وإثنان هنا في أربعة زائد ثلاثة على أربعة مضربة ثلاثة على خمسة يساوي إذن هنا هنا أحدث مقامين موحدين أحتفظ بالمقام موحد وأجمعه البسطين ثمانية زائد ثلاثة مضربة ثلاثة على خمسة يساوي ثمانية زائد ثلاثة مضربة ثلاثة على خمسة هنا نضع علاقة ضرب عددين كثريين المسافة الأفضل موقع المقام المقام الماضية في مقام بضع 33 وثلاثة على خمسة في و 동 الزائد ثلاثة على أختيزاء يساوي لان محattendين تم تشملية المسافة نضربة ثلاثة في و示ف منبخ ثلاثة بسبب cenar أولا نصبق هذا الشيء اللي داخل القوسين يعني الضرب 1 في 5 على 3 في 2 هذا الشيء كامل نقسمه على 5 على 6 يسبب 1 في 5 على 5 ثلاثة في 2 على 6 هذا الشيء هذا نقسم على 5 على 6 ونحن نطبق علاقة قسمة عددين كسريين نحتفظه بالكسر الأول اللي هو 5 على 6 ونضربه يعني قسمة تتحول إلى ضرب إذا المقلوب دي الكسر الثاني هو 5 على 6 إذا 5 على 6 مقلوب ديه هو 6 على 5 ثلاثة هنا نحتاج له بـ 6 مع 6 و 5 مع 5 يبقى لي 1 يساوي 1 أولا نقوم بـ 5 في 6 ي 30 و 6 في 5 ي 30 ثلاثة إلى ثلاثة إلى واحد ثلاثة الإجابة هي واحد العملية الموالية 1 على ثلاثة زائد جوجة إلى سبعة هذا الشيء نضربه في واحد إلى إثنة إذا هنا عندي الجمعية نحن نقسم 1 المقام بالتالي المقام 1 و 21 بضرب 3 في 7 وهنا سبعة في 3 هنا ضربت 3 في 7 كذلك واحدا نضربه في 7 وهنا ضربت 7 في 3 يعني إثنان نضربها في 3 نضربه في واحد إلى إثنان ثم نحسب لأننا 21 و 21 هنا سبعة وهنا سبعة وهنا سبعة هذا الشيء نضربه في واحد إلى جوجة يسبب التعليق المقام المعلم وجميع المقام وصل مائله سوف نضرر بها في واحد الى الجوش اذا 13 انضربها في واحد وفي واحد وزوف نضرر بها في الجوش هذه هي الاجاب بالتالي سوف نحصله على ماذا 13 كذا 13 12 2 12 13 إلى 42 لا يوجد هناك إختزاء إذن هذه هي الإجابة إذن 13 إلى 42 هي الإجابة الصحية دوزو السؤال الموالي والنشاط الموالي نشاط رقم 3 دائما في صفحة 93 رقم 3 نحاول نجزوه هنا في الكتاب المدراسي ولاحظ ثم أثمم حسب المثال إذن المثال هو هذا 6 مقسمة على 5 كتعني أن 6 مضربه في 1 إلى 5 كتعني هي 6 إلى 5 من نفس الطريقة نحاول نجزو هذه الأملية تدو إذن 17 مقسمة على 7 يعني معنى دائما هي 17 مضربه في 1 إلى 7 هي المعنى دائما هي 17 إلى 7 52 مقسمة على 17 هي 52 مضربه في 1 إلى 17 اللي تساوي 52 إلى 17 هنا 25 مقسمة على 3 هي 25 مضربه في 1 إلى 3 اللي تساوي 25 إلى 3 هنا 35 مقسمة على 7 يعني هي 35 مضربه في 1 إلى 7 اللي تساوي 35 إلى 7 دونزل الآن لنشاط رقم 4 تابهوا دائما معايا وزع أب على أولاده الثلاث مبلغا من المال قدره عشرة آلاف درهم إذن وحد الأب وزع لأولاده عنده ثلاثة ديالولاد وزع لهم وحد المبلغ ديال المال اللي قدره عشرة آلاف درهم اللي هو مليون فأخذ الأول الأول أعطاه واحد على جوج من المبلغ يعني أعطاه النص ديال المبلغ وأخذ الثاني اثنان على خمسة من المبلغ الولد الثاني اعطاه الجوج على خمس من المبلغ أخذ ثالث ما تبقى ويبقى أعطاه الولد الثالث السؤال هو أحسبوا حصته كل واحد إذا�도 نعرض الحصة دي لكل ولد من بين الأولاد الثلاثة بدأوا بالحصة الأولى أو حصت ت ruthless حصة الأول سoute geleستBir الحصته له هي واحدة لا جوج معنى دي لها هي واحدة لا جوج لكن مضحره في مدى مضحر لارس درهم واحدة لا جوج مضحره في أشر لارook درهم يعني هي 10,000 درهم قسمها death of wrath 10,000 درهم 10,000 درهم قسمها alle 5 درهم يعني الولد الأول 1 شبر 5,000 درهم يعني 100,000 ريال حصة الثاني الولد الثاني حصة ه relevan- Robert terre of wrath sariatte làm al cryin ki better of wrath representing 10,000 درهم 20,000 درهم يشيرينا 1.000 درهم على 5 هي 4.000 درهم 4.000 درهم هي حصة الولد الثاني أما بالنسبة لحصة الثالث حصة الثالث سنتجوها بما أنه المبلغ الذي ستوزعه هو 10.000 درهم نقص منها 5.000 درهم زائد 4.000 درهم 5.000 درهم زائد 4.000 درهم 10.000 درهم نقص 7.000 درهم هي 1.000 درهم إذن الولد الثالث أو الثالث أعطاه ربعة لك أو عفوا أعطاه 1.000 درهم صافي؟ نذهب للتمرين الخامس تبهم معايا إذن السؤال الخامس بحل السؤال الجوش إذن 1 إلى 2 مضربها في 3 على 5 مضربها في 3 على 4 مقصمها على 8 إذن نحاول استعماله 1 ورقة مستقلة لنجاوز إذن 1 إلى جوش مضربها في 3 على 5 هذا الشيء كامل مضرب 3 على 4 مضربها في 3 على 4 مقصمها على 8 إذن قبل أن ننزل العملية سنحاول هذه القسمة إلى ضرب يعني 1 إلى 2 مضربها في 3 على 5 مضربها في 3 على 4 إذن الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني كسر الثاني هو 8 على 1 أدولي 1 إلى 8 تساوي هذا سننجس إذن ضرب عددين كسريا يعني ضرب البص في البص والمقام في المقام ضرب 1 في 3 على 2 على 5 ضرب 3 على 1 على 4 على 8 كسر الثاني هو 3 على 5 ضرب 3 على 1 على 3 ضرب 3 على 1 على 3 ضرب 4 على 8 على 2 على 3 إذن هنا ثلاثة في 3 على 9 إذا double كسر الثاني هو 3 على 9 إذا كان لم يحصل الإختياج jueves câmera 3 على 2 على 3 على 2 يعني ثلاثة في مقام بزن مكانهم Johnson 3 على 9 ضرب 4 على 5 ضرب 3 على 5 من الأقل ندرجir ثلاثةこれは ضرب 5 على 4 لنحصل في غلوب الكثر الثاني في 1 إذا 3 هي 3 في 5 على 4 في 2 3 في 5 هي 15 على 4 في 2 15 على 4 في 2 هي 30 المصطع في الجوج هي 15 في 2 مصطع في 2 هي 30 30 على 4 لكن في 30 على 4 هي 15 على الجوج سفق بالاختزال أقسم هذه إلى جوج و هذا إلى جوج أعطينا 15 على 2 أتري الجو وهي 15 15 على 2 عملية الموالية 7 على جوج مضربة في 1 إلى 5 مقصوم إلى 4 إلى 5 مضربة في 1 إلى 3 مازين 7 على جوج في 1 إلى 5 مقصوم 4 إلى 5 مضربة في 1 إلى 3 نحاول نحاول نجزمها في داخل القوسين 7 في 1 جوج في 5 نقصومها 4 إلى 1 و 5 في 3 مقصومها 7 في 1 إلى 7 جوج في 15 مقصومها 4 إلى 1 إلى 4 و 5 إلى 3 إلى 15 نحاول نجزمها 7 إلى 10 مضربة في 15 على 4 مقصومها 7 إلى 15 على 10 إلى 4 أعطينا 21 إلى 0 ١٨-٨٥٤ و ٢٤٥ ٣١٥٥ ٢٥٠٠٥ ٢١٢٨٥ ٢١ ٢٠٥ ١٢٥٥ هذه هي لإجابة الصحيح العملية الاخيرة في هذا التمرين الخمسة ١١٤ مقسمة جوجه للأثلاثة هذا كامل مقسمة ١٢oles١ هذه هي العملية ١٤ anda أخرى لأنها تحول إلى ضرب ثلاثة جوج ثم واحدة اثنان ثلاثة اثنان نحاول الجزء إذا واحد في ثلاثة واربعة في اثنان ت verst 20 عزين واحد في ثلاثة جوج اربعة يساب إذا واحد في ثلاثة ثلاثة 4 في اثنان تماني ثم قسم على واحد في ثلاثة ثلاثة واربعة في اثنان تماني ثم نض emergencies ثم نحن نضgua قسمة عددين كاسين نحتفظ بالكسر الاول ونضربه في مقلوب الكسر الثاني ثمانية ثلاثة إذن هنا عندي يمكن لن أختزل 8x8 و 3x3 كتولي 1 أولا نضيف 3x8 كتوة 24 و 8x3 كتوة 24 و 24x24 هي 1 إذن 1 مزين عندي زوج للتمرين أو النشاط رقم 6 تبهمها دائما في النشاط رقم 6 يبلغ عمره محمد إذن محمد لعمره هو واحدة لثلاثة و عمر أبيه البالغ 30 سنة إذن عمركم محمد هو واحدة لثلاثة من عمر أبيه اللي هو 30 سنة فما هو عمر محمد نكتب عمر محمد هو نقطة 2 إذن عمر محمد هو 1 إلى 3 نضربها في 30 إذن اللي هي 30 إلى 3 اللي كتساوي 10 10 سنوات 10 سنوات 10 سنوات هو العمر محمد لأنه العمر محمد الثلاث من العمر بابا العمر بابا هو 30 الثلاث هي 10 السؤال بابا اشترى محمد 77 قلما 3 على 7 منها حمراء حسبوا عدد الأقلام الحمراء وعدد الأقلام غير الحمراء إذن هذا محمد شرى 77 قلما 77 ستيلو 3 على 7 منهم حمراء يعني 3 على 7 من ذاك الأقلام لو نديرها أحمر واللي باقي ألوان مختلفة غير حمراء مازين بغينا نعرفه عدد الأقلام الحمراء إذن نديره عدد الأقلام الأقلام الحمراء هو نقطتان نديره 3 على 7 مضربة في 7 وسبعون اللي هي 3 في 77 على 7 إذن 77 هي 11 في 7 هذا هو نقوم بغيناه حاليا شرحة ما هذه كانت جدا تديره الأقام نقوم بغيناها ما participating للفيديو هي 33 هيun 3 مجددا ذو الآن مثال السؤال الثانية للسؤال هو عدد الأقلام غير الحمراء سأقوم بعمل 77% ناقص 30% سأقوم بعمل 44% الثاني للتمرين الأخير السؤال الثاني للسؤال السؤال الثاني السؤال الثاني السؤال الثاني للسؤال 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 الثاني وبالطبع المحلول على النجاة بلستطيع نقارن العددين ونقوم بسرعة 누가rian المقام ، فسرعة 11 المقام ال splر�� 1 4x3 3 الآن سنقوم بماذا ؟ 7x3 و 21 hole 12 هنا هي 26 STARTiול 12 وبالتالي هنا يشكل كبير 26 إلى 12 إذن هنا في هذه الحالة إذن هنا 7 درام 41 الباترية مقومة مربعات هي الباتاريس وبالتالي هنا يعني التيب A هو الموين شار هو الموين أقل غلاء من هذا التيب B صحبه التيب B أو التيب A هو الموين شار كبير يعني الباترية A أقل تكلفتر من الباترية B وبالتالي نقوم بمتلا فيديو ديوم لكي نخصص حتلا توسعين من كتاب متعليم ومتعليم النجاح في الرياضيات مستغل خامس بتدائي كنتم معكم من الأستاذ محمد البخاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة